أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام وخلال اجتماع لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأجباه المؤصلات أكد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات سعيا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يعزز من المنافسة العالمية ونوه رئيس الوزراء إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال سعيا لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأجباه الموصلات